بسم الله الرحمن الرحيم الحلقة مشاهد القصوى بين أولاد البرنس حيث اجتمع جناهم وكرروا بيع ممتلكات والدهم المكونة من الورشة والمنزل والمصنع وتشاجر فتحي مع أخته نورة التي رفعت في وجه السكين بعد ما أخبرها بأنه ترك ابنة ردوان في الشارع دون رحمة ووقف فتحي في الحارة تشاجر مع علا جرته واللي عيرها بزيجاتها الفشلة واتهمها بسوق الأخلاق وتعدت عليه بالضرب حيث وجهت حجر توب في وجهه مما أدى إلى تساقط الدم كما تعدى بالضرب على زوجته شيماء وطلقها ويرفض ردوان عرض صلاح بليلة بأن يصبح كبير السجن لأنه ليس أسلوب حياته وهو مجرد أسطى دوكه فقط وذهبت علا والدتها ونورة إلى السجن لزيارة حمادة وردوان ولم تخبر نورة أخيها بأن أخوته تركوا ابنته في الشارع وكررت الصمت وبيظهر أحد السائقين بالموقف اللي ترك فيه فتح ابنت ردوان وبينقذ الطفلة مريم من الشارع وبيأخذها إلى منزله رفضاً الذهاب بها إلى الاسم خوفاً عليها وبيقسم فتح الميراز بين إخواته والدته ودرتها وبيحرم نورة منه بسبب اعتداءها عليه بالضرب كما يعطي رأفة زوج أخته عبير نصيب ردوان وبيذهب عبد المحسن إلى عادل ويعطيه نصيبه في الميراز لكن عادل بيرفضه وبيطلق عبد المحسن زوجته ويخبرها بأنه سيتزوج مساعدتها نورة ويخبر عبد المحسن عادل ونورة وعولة بالمكان اللي تركوا فيه مريم ابنة شخيقهم ردوان وبيبدأ عادل ونورة وعولة البحث عن مريم ابنة ردوان في موقف السيارات وبتنتهي أحداث الحلقة بمشهد بيجمعهم مع السائق اللي وجد الطفلة ولكن دون محادثة مباشرة بينهم اشتركوا في القناة